موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة في هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة منه سبحانه وتعالى لنا في هذا الكتاب المجيد والتي جعل لها هذا العنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن يعبر عن كل معنى طيب وعن كل معنى شريف بلفظ القيام الله عز وجل يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ويقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فمعنى القيام هنا معنى شريف يتصل بالدعوة يتصل بحقيقة الإيمان الله عز وجل وصف الفتية وذكرهم أصحاب الكهف قال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة لقد قلنا إذن شططا فالقيام متصل بهذه المعاني الشريفة ومتصل كذلك بالبشارات يعني نحن نقرأ قوله سبحانه قوله سبحانه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حكاية عن زكريا عليه السلام عن سيدنا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فجاءته البشارة وهو في ذلك المقام الشريف أنه كان قائما يصلي في المحراب ما جاءته وهو نائم ولا هو قاعد والقعود هو المعنى المقابل لهذه المعاني الشريفة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني نحن نقرأ عن المخلفين من الأعراب الذين اختاروا هذا القعود الله عز وجل قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقال الله عز وجل وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين فهذا هو القعود وهذا هو التخلف فالقعود في كتاب ربنا سبحانه متصل بما هو ضد القيام من معاني شريفة فهو إما معنى فيه هوان وفيه ذل أو معنى فيه ضعف يعني لا علاقة له بالهوان ولا بالنفاق ولا بالذل لكنه معنى فيه ضعف يعني الله عز وجل يقول عن القوائد من النساء قالوا القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متمرجات بزينة فهذه مرحلة مرحلة ضعفة الطبيعية في الإنسان في مرحلة عمرية وصفها القرآن بأنهن قواعد والقواعد من النساء وفي أحوال العذاب المهين الله عز وجل قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فكل ما يتصل بمعاني الضعف والهوان والذل وهكذا القرآن يصفه بالقعود وكل ما يتصل بمعاني الشرف والنهضة والنهضة القرآن يصفه بالقيام ولذلك الله عز وجل قال لرسوله الكريم في موضعين من أوائل ما نزل من القرآن الكريم يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا أَمْرِي بِالْقِيَامِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ فمعنى النهضة ومعنى التقدم في القرآن الكريم هو معنى هذا القيام الله عز وجل مثلا يقول ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفة لا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة يعني أن هذا المال هو من أسباب النهوض يعني من أسباب النهوض هذا المال ولذلك نحن في ديننا عندنا هذه النظر المتوازنة للأشياء يعني لا نهون من أمر الماديات ولا من أمر المال فالانقطاع عن الدنيا أو الانقطاع عن أسباب النهضة فيها ليس هذا من الإسلام في شيء الإسلام أكد أهمية المال وأنه وجعله سببا من أسباب النهوض لكنه ليس كل شيء وليس غاية القايات في ديننا لكنه ضرورة والقرآن عبر عنه هذا التعبير ولا تؤتوا السفهامها لكم التي جعل الله لكم قيامة وهذا المعنى يقودنا للحديث عن نظرة الإسلام للدنيا كلها يعني بعض الناس يرى كأن الدنيا هذه تكون حطامة وهو يسير إلى الآخرة الدنيا هي الطريق إلى الآخرة ولذلك المؤمن شأنه فيها أنه يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت ليس غدا كأنه يموت اللحظة يعني فالدنيا لا تكون أكبر هم المسلم ولا تكون مبلغ غاياته ولا تكون في غلبه لكنه يوظفها وهو مستخلف فيها يعمرها بالصالحات ويسعى هذا السعي المبارك فيها هو الذي جعلكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هذا هو منهج المسلم في هذه الحياة أنه يسعى في الأرض يضرب فيها يبتغي من رزق الله عز وجل لكن لا تفتنه الدنيا ولا تشقله الدنيا عن أمر عظيم هو أمر المعاد ولذلك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكن تذكروا وإليه النشور تذكروا ذلك اليوم القرآن يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني مهضة للناس بتعبيرنا الحديث كيف يكون البيت الحرام مهضة للناس أو كيف يكون البيت الحرام قياما للناس بتعبير القرآن الكعبة البيت الحرام هي مهضة للناس إذا تأمل الناس في ذلك النموذج القائم فيها فهو نموذج النهضة الحقيقية وهو نموذج القيام الحقيقي فيجتمع في البيت الحرام يجتمع في الكعبة يجتمع فيها كل أسباب النهوض وكل أسباب القيام أولا البيت الحرام فيه هذا الأمن وفيه هذه الطمأنينة وفيه هذا السلام وليس ثمة نهضة ولا قيام إلا بهذه الأشياء إلا بالأمن وبالاستقرار وبالطمأنينة البيت الحرام الأصل فيه هذا الأمن هذا الأمر قديم منذ الجاهلية الأولى يعني كان البيت الحرام مكانا يأوي إليه المفزوع يأوي إليه الخائف فيجد فيه الأمن كان الرجل يجد في الحرم قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء فكان الحرام منذ أن جعله الله في تلك البقعة المباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة كان هو المكان الذي تهوي إليه الأفئدة وتطمئن فيه النفوس ويأمن فيه الإنسان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله وعلى كل ما يتصل به وعلى هذا فأول أسباب النهوض هو الأمن والاستقرار والسلام أن يعيش الناس في أمن وفي سلام كانت الجاهلية تمر بالصراعات وبالاقتتال وبالحروبات التي تسفك فيها الدماء لكن الحرم كان تلك البقعة المباركة الآمنة الوادعة يتخطف الناس من حوله لكنه هو مكان السكينة ومكان الطمأنينة فأول أسباب النهوض والقيام أن يتحقق في الناس هذا المعنى معنى الأمن ومعنى السلام معنى أن يكون الكلام الذي قاله رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم الحج لما قال لهم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فتصبح هذه الحرمة حرمة ليست فقط مقصورة على ذلك المكان ولا مقصورة على ذلك الزمان وإنما هذا النموذج ينتقل إلى الأزمنة كلها وإلى الأمكنة كلها فمن هنا يبدأ الناس النهوض إن أرادوا لأنفسهم خيرا ثم من بعد الكعب البيت الحرام فيها هذا الاتماع أن يجتمع الناس على اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم ويجتمعون هذا الاتماع في مكان واحد في بقعة واحدة مظهر عظيم من مظاهر الاتماع والاتماع بلا شك قوة الاتماع قوة والتفرق ضعف فمن أسباب القوة اجتماع الكلمة أن يجتمع الناس على كلمة سواء والبيت الحرام والكعبة يتحقق فيه هذا المعنى أن الناس يجتمعون من ألوان شتى وبألسنت شتى فمظهر من مظاهر القوة ومظهر من مظاهر الاتماع فلا تكون أصطى النهضة مع تفرق التفرق كما قلنا ضعف والاتماع قوة فهذا أيضا من أسباب النهوض ومن أسباب القيام في الحرم كذلك غير مظهر الاتماع وغير مظهر الأمن والسكينة فيه مظهر المساواة بين الناس جميعا عدلا ومساواة وهكذا الله عزيز قال للقرشيين الذين كانوا يشعرون بأنهم أهل الحرم وأنهم يفيدون من مكان لا يفيد منه غيرهم قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفعض الناس كونوا كالناس فمظهر من مظاهر المساواة ظاهر جدا في شكل اللباس وفي شكل اجتماع الناس هذا مظهر عظيم آخر فالأمن والسكينة والاستغرار هذا كله يعقبه الخير الكبير يعقبه النماء الاقتصادي ويعقبه التعاون والتكافل والتراحم هذه كلها أشياء تجتمع في تلك البقعة المباركة وعلى هذا فالمتأمل للبيت الحرام في أيام الحج عندما يذهب الناس يتوافدون إلى تلك البقعة المباركة تظهر له حقيقة النهضة التي يرضاه الله عز وجل لعباده نهضة متصلة بحقيقة الإيمان ليست نهضة مادية منقطعة عن وحي السماء وإنما نهضة تصل الدنيا بالآخرة فيها كل هذه المعاني المجتمعة ولذلك الله عز وجل عندما يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس هذا يعني يا أيها الناس إذا أردتم نهضة وقياما وتطورا وتقدما وقل ما شئت من هذه المعاني فالتمسوا هذه المعاني في ذلك المظهر الذي يتجدد عندكم عاما بعد عام في كل عام يكون هذه المعاني التي يمكن للناس إذا توفرت الإرادة وقوي الإيمان واجتمعت الكلمة أن تنتقل من ذلك الزمان المحدود ومن ذلك المكان المحدود لتصبح نهضة عامة في بلاد المسلمين جميعا وتنداح في أرض المسلمين فتتمثل هذه المعاني في بلادهم جميعا ويكون بذلك نهوض الناس وتقدم الناس يتحقق بذلك معنى القرآن الذي قاله والذي جعله قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله أسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة